عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله عز وجل النار إن سيرة أمير المؤمنين عليه السلام صفحة خالدة من صفحات المجد والسمو نقرأ فيها عالم المثل العادلة ومبادئ العظمة والاستقامة والخصائص الفريدة نقرأ سيرة رجل عاش لله وليس فيه شيء لغيره يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ويحب فيه ويبغض فيه فجاءت سيرته تجسيدا لرسالة الإسلام بل كانت إسلاما يتحرك على الأرض إنه الكتاب الناطق والسنة الحية وحينما نقدم الإمام عليه السلام فنحن نقدم الإسلام بأبهى صورة وأدق تطبيق فعلينا أن لا ننظر للإمام عليه السلام كشخص عاش في التاريخ بل الإمام عليه السلام تجاوز زمانه ومكانه ليكون المحور الذي يصاغ على أساسه الإنسان الكامل ومن الفضائل التي أضافت صوتا ضاربا في التاريخ وأحداثه الفريدة التي تفتح الأعين على ما تخفيه من أسرار أن يصطفي الله لعبد اصطفاه حتى موضع مولده ليجمع له مع طهارة مولده شرف المحل محل الولادة ويخصه بمكرمة ميزه بها منذ مولده عن سائر البشر هكذا كان مولد علي بن أبي طالب عليه السلام في البيت العطيق في الكعبة الشريفة وكان ذلك يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة لقد مثلت ولادته حدثا عجيبا تجلت به الأسرار وتلبست بالحكمة الربانية فإن أمه فاطمة بنت أسد لما جاءها الطلق تعلقت بأستار الكعبة الشريفة من شدة المخاض مستجيرة بالله وجله فانحازت ناحية وتوارت عن العيون خلف أستار البيت وهنة مرتعشة أضنطها آلام المخاض فألسقت نفسها بالجدار الكعبة وأخذت تقول يا رب إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب وإني مصدقة بكلام جد إبراهيم وأنه بنى البيت العطيق فبحق الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني إلا ما يسرت علي ولادتي قال يزيد بن قعنب فرأيت البيت قد انشق عن ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا وعاد إلى حاله فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح فعلمنا أن ذلك من أمر الله تعالى ثم خرجت في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقد أنشد الحمياري في هذه المناسبة ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد قالت فاطمة بنت أسد حينما خرجت وبيدها مولودها إني فضلت على من تقدمني من النساء لأن آسية بنت مزاحم عبدت الله عز وجل سرا في موضع لا يجب أن يعبد الله فيه إلا الطرارة وإن مريم ابنة عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبا جنية وإني دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأوراقها فلما أردت أن أخرج هاتف بهاتف يا فاطمة سميه عليا فهو علي والله العلي الأعلى إني شققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي ووقفته على غامض علمي وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي ويقدسني ويمجدني ويهللني وهو الإمام بعد حبيبي ونبي وخيرة من خلق محمد رسولي ووصيه فطوبى لمن أحبه ونصره والويل لمن عصاه وخذله وجحد حقه وفي رواية لما ولد الإمام علي عليه السلام أخذ أبو طالب بيد فاطمة وعلي على صدره وخرج إلى الأبطحي ونادى يا ربي يا ذا الغسق الدجي والقمر المبتلج المضي بين لنا من حكمك المقضي ماذا ترى في اسم ذا الصبي فظهر شيء على الأرض كالسحاب فضمه أبو طالب مع علي إلى صدره ورجع فلما أصبح الصباح إذ هو لوح أخضر مكتوب فيه خصص طماب الولد الزكي والطاهر المنتج بالرضي فاسمه من شامخ علي علي اشتق من العلي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحرك مهده عند نومه ويناغيه في يقذته ويحمله على صدره ويقول هذا أخي وولي وناصري وصفي وذخري وكهفي وظهري وظهيري ووصيي وزوج كريمتي وأميني على وصيتي وخليفتي وكان يحمله دائما ويطوف به جبال مكة وشعابها وأوديتها عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما عبد أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه وحمد الله عليها بلسانه لم ينفذ كلامه حتى يأمر الله له بالزيادة وذلك قول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم فحري بنا أن نشكر الله تعالى على نعمة الولاية فهي النعمة التي إن تعد نعمة الله لا تحصوها ومن يكفر بهذه النعمة فقد تبوأ مقعده من النار قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغدك إلا كافر أو منافق علي حبه جنة قصيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة اشتركوا في القناة